في فقراتنا وبالتأكيد لازم نروح للأولمبياد أكيد طبعا لأن مبارح كلنا يعني تابعنا بكل شغف وحب واهتمام منتخبنا الأولمبي بفوزوا كمان على إسبانيا في يعني الأولمبياد باريس 24 والحقيقة إن كان أداء مشرف جدا 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 برغم القلق من مقابلة فريق زي إسبانيا لأن الحقيقة كمان أداء المنتخب بتاعنا ما كانتش يعني في أحسن حالاته في مبارياته اللي قبل كده خسارة ثم تعادل ثم أول المجموعة في يعني بسبع نقاط وده طبعا حاجة كويسة جدا فكده هو تأهل للدور الربع نهائي في الأولمبياد علشان نعرف إن ولادنا جمدين طبعا يعني إن يكون التأهل على حساب أسبانيا أو التأهل من خلال مطش مع أسبانيا ده في حد ذاته يعني ربما أمتع من مجرد التأهل يعني المنتخب الأولمبي عمل مبارح فعلا مباراة جميلة عظيمة نقدر نقول كده إن الشعب المصري كان في حاجة تفرح مبارح يعني كنا مبسوطين بأكتر من مسابقة موجودة في الأولمبياد شفنا أكتر من إنجاز ولما نتكلم هنا عن المنتخب بالتأكيد بأعتبار كرة القدم هي الأكتر شعبية فبالتأكيد المنتخب هيفرحنا بشكل أكبر لأن اللي هيكونوا فاهمين في الكرة بقى أكتر أو المهتمين بشأن كرة القدم هيكونوا أكتر بس هي الفرحة عموما لأي حد بيمسل مصري هو بس مؤشر حلو لأن اللعيبة اللي في باريس دلوقتي ممكن استعانى بيهم بعد كده في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وهم هيلعبوا في كاس العالم فمؤشر ظريف جدا ولطيف جدا ومؤشر يعني يدل على إننا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طالعين كاس العالم إن شاء الله يعني بالتأكيد دي لعيبة أثبتت إنها رجالة أثبتت إن هم مهارات فعلا تستحق إنها تكون موجودة في الأولمبيات وبالتأكيد يشرفونا يكونوا إضافة لأنديتهم وبالتأكيد هيكونوا إضافة للمنتخب زي ما بيسموه كده منتخب كبير إن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله إحنا كل لعبتنا كبيرة صغيرين في السن كبار كلهم كبار ومليزين كبار في المقام طبعا وأسعدونا وكبار في خبراتهم الكروية حتى لو أخفقوا حتى لو لم يحالفهم الحظ في مباراة حتى لو أدوا أداء يعني غير جيد من وجهة نظر البعض وحيكون لنا يعني لقاء حواري مع ضفنا النقد الرياضي أستاذ إبراهيم هنتكلم معاه عثمان إبراهيم هنتكلم معاه في تفاصيل كتير جدا 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 عن الأولمبيات عموما وعن مباراة أمس بالتحديد وهنتكلم في تفاصيل كتير متعلقة بالأولمبيات يعني إحنا لحد ما تنتهي الأولمبيات إحنا هنتكلم عنها طول ما لنا لعيب إن شاء الله لعيب واحد من بعثتنا موجود هناك هنتكلم عنها وهندعمه وهنهتم بيهم لأنهم دول يعني ثروتنا الرياضية الحقيقية